بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان قبس من العقيدة الإسلامية الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حافظه الله الدرس الخامس عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على فضله وإحسانه والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في موضوع العقيدة ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن موضوع مهم ألا وهو موضوع وجوب الجمع بين الخوف والرجاء وأن ذلك من أهم أبواب العقيدة فالمؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء بحيث لا يذهب مع الخوف فقط حتى يقنط من رحمة الله ولا يذهب مع الرجاء فقط حتى يأمن من مكر الله لأن القنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله منافيان التوحيد قال الله تعالى أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وقال تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وقال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال إسماعيل بن رافع من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة وقال العلماء القنوط استبعاد الفرج واليأس منه وهو يقابل الأمن من مكر الله وكلاهما ذنب عظيم فلا يجوز للمؤمن أن يعتمد على الخوف فقط حتى يقنط من رحمة الله ولا يعتمد على الرجاء فقط حتى يأمن من عذاب الله بل يكون خائفا راجيا يخاف ذنوبه ويعمل بطاعة الله ويرجو رحمته كما قال تعالى عن أمبيائه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وقال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا والخوف والرجاء إذا اجتمعا دفع العبد إلى العمل وفعل الأسباب النافعة فإنه مع الرجاء يعمل الطاعات رجاء ثوابها ومع الخوف يترك المعاصي يخاف عقابها أما إذا يأس من رحمة الله فإنه يتوقف عن العمل الصالح وإذا أمن من عذاب الله وعقوبته فإنه يندفع إلى فعل المعاصي قال بعض العلماء من عبد الله بالحب وحده فهو صوفي ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجي ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن كما وصف الله بذلك خير خلقه حيث يقول سبحانه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه وقد وصف الله الذين أهملوا جانب الخوف واندفعوا بالمعاصي وأمنوا من العقوبة بأنهم الخاسرون فقال تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ومعنى الآيات أن الله لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل المتمادين في الكفر والمعاصي ذكر الذي حملهم على ذلك وهو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه ومكر الله هو أنه إذا عصاه العبد وأغضبه أنعم عليه بأشياء يظن العبد أنها من رضى الله عنه فهؤلاء الكفرة أمنوا مكر الله بهم لما استدرجهم بالسراء والنعم وعصوا رسلهم وتمادوا في المعاصي حتى أهلكهم الله وحذر من جاء بعدهم أن يفعل مثل فعلهم فيصيبه ما أصابهم فقال سبحانه أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون قال بعض العلماء خوف العبد ينشأ من أمور هي أولا معرفته بالجناية وقبحها ثانيا تصديقه بالوعيد وأن الله رتب على المعصية عقوبتها ثالثا كونه لا يعلم لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب وبهذه الثلاثة يتم له الخوف قبل الذنب وبعده يكون خوفه أشد وكان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا ينقطع أملهم بالله أبدا ولا يأسون من رحمته في جميع الأحوال مهما اشتد بهم الخطب وضعفت الأسباب فهذا خليل الله إبراهيم عليه السلام لما بشرته الملائكة بالولد مع كبر سنه وحال زوجه التي يستبعد معها حصول الولد قال عند ذلك ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالون لأنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك وأعظم لكنه قال للملائكة أبشرتموني على أمسني الكبر فبما تبشرون قال ذلك على وجه التعجب والتفكري في عظيم قدرة الله ورحمته وهذا نبي الله يعقوب عليه السلام لما اشتد به الأمر وتأزم الحال بفراق ابنيه عظم رجائه بالله وطمعه برحمته وقال لبنيه يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال عليه الصلاة والسلام وأعلم أن الفرج مع الكرب والله سبحانه ينهى عباده الذين كثرت ذنوبهم وعظمت خطاياهم أن يحملهم ذلك على القنوط من رحمته وترك التوبة منها قال تعالى قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له فنهى سبحانه عباده أن تحملهم كثرة ذنوبهم على ترك التوبة واليأس من المغفرة لمن تاب وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم اليأس من روح الله من الكبائر فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الإشراك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله وعن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله لأن القنوط من رحمة الله سوء ظن بالله وجهل بسعة رحمته ومغفرته والأمن من مكر الله جهل بالله وبقدرته وثقة بالنفس وإعجاب بها وفي ذلك تنبيه على أن يكون العبد دائما بين الخوف والرجاء فإذا خاف فلا يقنط ولا يأس بل يرجو رحمة الله وإذا رجى فلا يتمادى به الرجاء حتى يأمن العقوبة وكان بعض السلف يستحبون للعبد أن يقوي في حال الصحة جانب الخوف وفي حالة المرض وعند الموت يقوي جانب الرجاء أيها المستمعون الكرام إن توازن القلب بين الخوف والرجاء يدفع على العمل الصالح والبعد عن المعاصي والتوبة من الذنوب أما إذا اختل توازن القلب فما لا إلى جانب واحد فإن هذا مما يعطل حركة العمل ويعرقل سبيل التوبة ويوقع في الهلاك وفيما قصه الله عن الأمم السابقة التي عطلت جانب الخوف فحل بها عقاب الله خير مذكر لأهل الإيمان فها هم قوم هود يقولون له سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين قال الله تعالى فكذبوه فأهلكناهم والخوف والرجاء من أعظم أنواع العبادة يجب إخلاصهما لله عز وجل والإخلال بهما إخلال بالتوحيد وإفساد للعقيدة هذا ونسأل الله أن يرزقنا مخافته ورجاء رحمته والعمل بطاعته وصلى الله وسلم على نبينا محمد إلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين